السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على عطل جديد في اعطال غسالة الاطباق. وهو ان ارتفاع درجة حرارة او ارتفاع درجة حرارة المية. لو اه المية بتسخن جدا. اه طبعا ده ممكن يسبب مشكلة في الاطباق او المكونات بتاعتنا اللي في قلب الغسالة. وكمان هيقصر على التنظيف. اه فالسبب دوت قد تواجأ احيانا موقفا عند تسخين غسالة الاطباق او العكس لا تسخن الماء. يعني لو بتسخن اه المية بتبقى سخنة جدا او ما بتسخنش تماما. لو وجهت الموقف ده فالسبب بيكون جهاز تشعار درجة الحرارة قد انقصر. وده وارد ممكن يحصل ان في حساس دع درجة الحرارة كل برنامج لدرجة حرارة معينة على حسب البرنامج نختاره. وكسافة الاطباق او الحاجات اللي احنا مراد تخسلها فدرجة حرارة معينة. فاللي بيحدد درجة الحرارة معينة دوت الحساس او جهاز استشعار درجة الحرارة. ده لما بيتكسر اه السخان بيفضل شغال باستمرار. فالمية بتفضل سخنة باستمرار او ممكن يفصل السخان تماما ما بيشتغلش. اه يمكن ان يحدث نقص حرارة الماء في غسالة الصحون للاسباب التالية. اه جهاز استشعار درجة الحرارة قد توقف عن العمل. اه ما بقاش شغال. ضعف ضغط المية في النظام لو المية اه ضعيفة فتحس ان المرشات ما بتشتغلش بالشكل العالي او المية بيكون ضعيفة معنا. واخر حاجة ازا لم ينجح اي من هذا يمكنك اللقاء نظرة ومعرفة ما ازا كان يمكن اكتشاف اي خطأ تاني او لا. بنشوف اي سبب ممكن يكون تاني. او لا بنفسنا. بنشوف طبعا الحاجات اللي هي مش طبيعية ممكن تحصل. حاجة افهم مرشات. اه المية ضعيفة مش شغالة معنا. فده ممكن يكون من الاسباب كلها. او نعيد البرنامج او نشغل الغسالة اللي هي دورة تنظيف وقت قصير ونقدر نشوف طبيعي ولا لا. فدي الاسباب اللي هي بتخلي المية سخنة جدا او درجة الحرارة عالية جدا او ضعيفة جدا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.